لكن طلبتوني كذلك برضو اني اشرح لكم معرف ليش ما فهمتوا رقمنا جدا سهل ولكن يحتاج شوية تركيز ندخلوا على التطبيق كبتات ونضيف 28 صورة بعد كذا عشان يسهل عليكم التصميم اول حاجة تسووها تضيفون التأثيرات طيب التأثيرات يا امل وين نلقاها نضغط على الصورة يطلع لكم تحت خيار هنا في النص مكتوب animation نضغط عليه في اليمين في شيء اسمها combo تروح نضغطون عليه تطلع لكم كل التأثيرات نبدأ نشوف في الفيديو واش التأثيرات اللي مضافة فيه اول شي التأثيرات ترى بكيفكم مشرط ان كل اللي متوينا في التصميم هذا تحطونا نفسه بالضبط حط الشي اللي انتوا ترغبوا له ولكن ابشرح لكم على نفس التصميم اللي موجود بالتريند اول تأثير اول ثمان صور احسبوها حسبة اول ثمان صور هي تأثير bend lamp 2 نضغط ونشوف التأثير اول ثمان صور هنا التاسعة bend lamp 1 ننتقل من تأثير bend lamp 2 الى bend lamp 1 اوكي بعد كذا الصورة العاشرة ننتقل الى تأثير right zoom ما تلقونا هنا في البداية تلقونا اخر تأثير موجود عن اخير على الاخير على الاخير تأثير right zoom بعد كذا عندكم الصورة 11 12 13 14 15 16 17 18 خلص الين 17 يعني سبع صور distor left كذا نبدأ نحسب 17 اوكي 18 19 هذه 11 صورة الى الاخير ما بين تأثير left zoom right zoom تبدأ ب left zoom وتنتهي ب right تنتهي ب left zoom ولكن في النص التناقلات تصير left zoom رايح جاي left zoom right zoom الى الاخير هذه 11 صورة كذا التأثيرات انا سوتها وخلصتها النقطة المهم لازم تتأكدون منها ان التأثيرات ما هي جاية نص الصورة كامل الصورة اللي هي الاهم انا كيف احدد المدة ما بين الصورة الاولى والثانية الى اخر صورة اول حاجة نضغط على الصورة فيه هنا يجيلكم مستطيل ابيض حول الصورة لو سحبتها لليمين انا زدت المدة لو سحبتها على اليسار انا كذا قللت المدة موسيقى عشان اعرف التناغم اللي ما بين التصميم والموسيقى اضغط على الزائد هذا اللي تحت الصور راح يطلع لي الملفات اضغط عليه راح يطلع لي الستوديو احفظ المقطع من التكسك اي احد مسوي ترند احفظ المقطع من عنده واقوم اضيفه على طول راح ينضاف معي الصوت ويستخرج من الفيديو موسيقى بشريا